السلام ومرحبا بكم في الفيديو اليوم راح تشوفوا معايا وصفة تعقون تخت او شوكولا بزاف بيننا ومعروفة تانيك اللي وسمها ساشا تخت هاد لاتخت هادية عندها حكاية احد حكاية لكم دو كابل الخف في الف وثبتن مية وثنين وثلاثين كان واحد لابورونتي واسمه فخانز ساشا في عمرو 16 سنو كان يتعلم عني لاباتي سري وواحد نهار كان عندهم عشا وشاف يعني تاحهم ما جاش اسما هاد لابورونتي هادا ولا يستكلف بالديسار تاع داك العشا كريا هاد لاتخت هادية اه وهادك الوقت دارت حالة اه يعني عجبتهم بزاف ولات معروفة باسم اه ساشا توقت على اسم لابورونتي هادا ليو اسمه فخانز ساشا اه هادية لحكاية احد وكن نخليكم تشوفوا الوصفة نبدأ نشوفوا المقادر تاع البيسكويت عندي ثلاثة احبة تاع البيض كنت نحيت البيض واحد والصفر واحدو نسحق لاباني عندي واحد اه نصف ميرفا كبير عندي الفارينة خمسة وستين قرام كيلتها لكم بالكاس جات كاس غير باع زيدو نقصو منو واحد صباح عندي تسعين قرام تاع سكر سكر يعني نورمال كريستاليزي تاني نفس الكمية جات اه كاس غير باع زيدو نقصو له صباح نسحق تانيك مغرفة كبيرة تاع سكر قلاص جيكم بالميزان عشرين قرام نسحق لكلام ليكيد مية وخمسة وعشرين ميليليتر وعندي خمسة وستين قرام تعمار قارين طرية اه قس زوج مهارف كبار ونسحق تانيك شوكولة انوار انا نستعمل كيم على بلكم كاريدور توجو نخدم بها على مرك هدية بزاف بنينا سواف سواف القلاساج ولا منفلي ديسار جي بزاف هايلة نبدأ في طريقة تحدى الحاجة الولايح نسحق خمسة وسبعين قرام بتاع شوكولة نقسمها ونقطحها صغيرة ونحطها في كسرنا نضيها فوق النار ناقصة كامل ولا فوق باماري حتى وين ندب لي ما عندوش ميزان خمسة وسبعين قرام جيكم كاري ونص من هاد شوكولة نقطح هاقي مغلكم صغيرة ونضيها الدب من جهة احد اخرى نجيب بريسيبيون ندرف المارغارين اللي هي زوج معارف كبار خمسة وستين قرام نزيد مع هالمغرفة كبيرة لتع السكر قيس عشرين قرام نزيد قرصات على الملح وهنا تزيدوا اللافانين ننسيتها من بعد راح نزيدها مع الاخر ونخلطهم ملح بالباتر حتى ونتولي يعني هادك السكر يدوب كامل مع المارغارين كي نشوفهم تخلطهم لاح نجيب الاصفر تعال البيت ونبدأ نزيد فيها حبة بحبة ونخلط هناك كان واحد السر باش تجيكم يعني اللي عطقتهكم بزاف فيفا لازم الاصفر هادة تعال البيت وزبدة وهادوك المكونات اللي درناهم لازم تخلطهم ملح يعني مينموم خمس دقائق لازم احتواني تضاعف الحجم تحهم كما راكم تشوفوا تولي تقيلها كي شغول كلام وبر كنكمل هكذا نطلحها ملح نجيب شوكورة اللي كنت دوبتها نزيدها ونخلط حتى ونتدخل معها فاردوك الخالط التاعي اللي هادة راهواج نخليها بجيها نروح نجيب ريسي بيو واحد اخر نحط فيه البيت تعال البيت اللي هو ثلاثة حبة نزيد معها قرصة تعال ملح والباتور نبدأ نطلع فيه بالباتور احتواني يولي لي كي رغوة يعني حندير كي شغول مورنغ نطلعه يبدأ يولي لي رغوة نبدأ نزيد في السكر نزيدوه على زوج خطارات هاد هنا يتاني كي ينسر واحد اخر كي تطلعو هاد الامورنغ تاعكم ما لازمش تطلعوها اصون بورسون يعني مشي لازم تولي تقيلها وتو يعني يديرنا هادك الباك هادك يعني هادك كي نرفدو الباتور يقعد لاسق فيها هكذا لا لازم تطلعوها اه يعني واحد سبعين اه بالمية هكذا تقعد يعني شوية لامورنغ خفيف يعني كي ترفدوها بالباتور تعاود يعني تعاود هكذا تسيل كي شغول تكون شوية جريان مشي حك ما روحها بزاف اي لقدو كالامورنغ تعي راه يواجد يعني الخالط الاول والدوز يعني مواجدين اه نجي نزيد لامورنغ للخالط الاول ندير نص تاحا ونخلطها ونبعد نكمل النص تاحا هنا كنزيد النص دوزيام وراح نزيد معاه الفارينال كمية على الفاينال اللي هي خمسة وستين قرام بالكاس جاتني كاس غربو عنا قص صباح نخلطهم هنا ما تخلطوش رابيت يعني خلطوه بالعقل من تحت الفوق وانا هناز ازتدو كالافاني كنت ازتاو بس كنسيتها معلول كي ما قلتلكم نحي الخالط تاعي ونجيب المول اللي كنت ادهنتو بزبدة المول اللي لازم من قطر تاعو بين عشرين حتى تلتين وعشرين سنتيمات اذا كان عندكم عشرين خير يعني حاجيكم شوية عالية على كديرو باتين وعشرين سنتيمات انا المول تاعي تلتين وعشرين سنتيمات نفرغ الخالط انبات انسق موبيا وندخلو الفوري طيب على مئة وتمانين درجة بين خمسة وتلاتين حتى الاربعين دقيقة توما كيت تخرجوه اه بكي وهب كوردون لاموس يخرج ناشف مع انتها طاب وكي ما شتو في اله اه هنا في الوصفة ما كانش الخميرة يعني هادي هي اله الوصفة الاصلية تاعز اصاشي اقتوخت ما فيهاش الخميرة يعني حاجي كل يعني تشبه شوية البرونيز هاقدة جي ويجي بزا بنيان بلا مدولها الخميرة نجدو لاغانا شو شوكولة نسحق مية وخمسة وثمانين قرام تاع شوكولة نوار يعني كاريدور اللي استعملتها و الله كرام ليكيد اللي قلت لكم مية ومسة وعشرين نديرها في كاصرونة نستعمل كاصرونة اللي دوبت فيها الشوكولة مع الول نضيها تغلي فوق النار ومبعد نعرض نجيبها نزيد لها الشوكولة نخلطها راح تدوب شوية يعني تقعد لكم شوية حوبيبات هكذا الشوكولة عبدو رجوعها فوق النار زيدو خلطها احتوي ندوب كامل هذيك الشوكولة ومبعد نخلي احتوي نطيب لي القاطو تاعنا هاوليك القاطو تاعنا مرماطاب كاميرا كم تشوفوا فيه يعني ما يجيش بالزافة عالي قلتكم اذا حبيته عالي استعملوا مول يكون شوية صغير وخلي تحتوي نبرد نجي نقسمه دكاء على زوج نحي الطبقة لهذيك اللي قسمتها نحيها هذيك اللي من الفوق نديرها يعني نحلها نحل الاطاخ تاعنا وراح نجيب المعجون يعني المعجون تاع المشماش يعني صاشا اختختها دي يديرو هالمعجون تاع المشماش انتو ما بالك تقولوا شوكولة معجون احت جيب بزاف بنين يعني كي تسيوها شوف يعني هذيك كي تاكلوا شوكولة معا تستبنوا شوية هذيك المعجون تاع المشماش يجي هايل وديرو كمية ملاحة من الداخل هي اللي احت بدنا لكم الاطاخ تاعكم دوك نعود نغلق اللاطاق تعي كي ما اشتوا يعني هاد هاد لاطاق ما تتشمخ ما اولو هي يعني هي فراحة راح جي طريه وجي فنضم الداخل يعني ما تحسوش كامل بالليناشفة ومع هاداك المعجون حيزيد شوية شمخها بلا يعني ما تسحقش كامل تشمخوها ولا دوك نزيد نمسح المعجون هاداك من الفوق نغطي اللاطاق تعنا كامل بالمعجون ونروح نجيب لاطاق واشقولا نفرخها كامل فوق لاطاق ونخليها تحبط وحدها معا يعني نعاونها شوية يعني نخبط شوية هاداك تبسيلة من تحت انا شديته بالكاس يعني لاطاق تعناد احطيتها فوق كاس باش هقدار لاطاق تحبط كامل فهاداك تبسيلة احطيته من تحت ونزيد ليسيها شوية من الفوق بلا سباتول وان اذا يعني جوايه مقاستهاش لاطاق مشوها من فليكوتي مشوها كامل فيها ومبعد نرفض لاطاق تهديا ندخل على الفرجيدر وحد عشر دق يقبط ما يعني لاطاق تشد روحها شوية ولا ديكوراسيون نحن نحي شوية ما هديك لاطاق اللي سألت من تحته احنا عمرها في امبوش رادوي هكدا ولا ينسيرنج ورح نكتب فوق لاطاق صاشا على اسمها ليسمها الصاشا هكتوخت هادي هي وندير هكدا خط وديكوراسيون سامبل هكدا وشابه وتكون لاطاق تتاعنا واش ده لاطار تفين واز صاشا توقت هاي لكواجده كماشتو يعني وصفة بزاف سهلة اه معني ما فيهاش خدمة كبيرة ويجيب بزاف بنينة اه جربوها رح تعجبكم ودا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تطيرو جام تابوني وتفعلوا الجرس بش تلاحقوكم من وصفها التوعي تلقوت حتى في صندوق الوصف الانستغرام بتاعي القروب فيسبوك ولا باش فيسبوك تاعي دخلوا اابوني فيهم اذا حبيتو لا تختها ديا كيفاش تنتكل تنتكلم على كرام شانتي هانا كنت درت احد مغير فا كبيرة تاع كرام تاع بودر شانتي دست لها شوية حليب دافي وبالفو يعني بيدي بديت نطلع فيها حتى وين تقالت بقدركمش بزاف الوقت ما وين ما تكترش بزاف حليب حليب يكون بارد وما بعد نحط شوية احد مغير فاولة زوج منها قدام لاطاخت نرش حليها من الكاكا ومن الفوق نندر من فوق الكرام ويعني ان كل الاطاخت هذه نحيا شوية مع الكرام شانتيه جيب بزاف بنائنا ان شاء الله تكون عجبتكم ضو كان الحق لله فاني تعالى فيديو ونبقى لاني نقول لكم تها الله في رواحكم وتبقى وعلى الاخر شكرا